أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورسة جنة نعيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورسة جنة نعيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورسة جنة نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تغزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العديد الرحيم فورب السماء والأرض إن له لحق مثل ما أنكم تنطبون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجث منهم غيفة قالوا لا تخف وبسروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم إنه هو الحكيم العليم قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخاطون العذاب الأليم شكرا للمسلم شكرا للمسلم